اشتركوا في القناة الى بيته تعلم انه حقك لا يضيع عند الله عز وجل اذا نام الناس وغارت النجوم ونامت العيون ثم وقفت بين يدي الحي القيوم لا تظن ان الله عز وجل يضيع هذا الامر اذا رأيت الناس صدت عن دين الله وان ثابت صابر محتسب تدعو الى الله لا تتنازل عن دينك ولا عن قيمك ولا عن مبادئك لا يضيع هذا عند الله اسمع لهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك اليهم ويستبشر بهم ثلاثة يحبهم الله ويضحك اليهم ويستبشر بهم يا اخي يضحك الله الى هذا العبد ويستبشر به جل جلاله من هو يا رسول الله اما الاول فرجر خرج في غزوة للجهاد فرجع الناس الا هو صابر وقف يدافع عن دين الله هذا الذي وقف في جهاده يدافع ويذود عن دين الله والله لا يخذ وقد رأينا بأعيننا هذه الايام بعض الرجال الذين يقفون على الجبهات والثغور والله ان النيران تصليهم من كل مكان وهم صامدون صابرون ثابتون في مكانهم لا يخذرون من خلفهم هذا يضحك الله اليه ويستبشر به ويحبه الله عز وجل من هو الثاني يا رسول الله قال الثاني رجل عنده فراش جميل وثير وزوجة حسناء ثم يتركها ويقوم يصلي الليل بين دين الله عز وجل الله أكبر ايهم اعظم صلاة الفريضة الفجر او قيام الليل الفجر اعظم فكيف اذا بمن اتى الى الفجر ايضا اجره وثوابه عند الله عز وجل عظيم واما الثالث فرجل سافر مع قوم والسفر تعب وجهد فلما وصلوا ووضعوا رحالهم وارادوا ان يرتاحوا وناموا قام هو يصلي بين يدي الله عز وجل ثرك الراحة من اجل ان يرضي الله عز وجل انظر ما هي عاقبة الصبر ان يضحك الله اليهم ويستبشر بهم وينظر اليهم جل جلانه اذا يا اخوة لازم نصبر على الطاعة لان الصبر على الطاعة يرفع مقامنا عند الله عز وجل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر